اعلنت قوات الجيش الوطني استعادة مواقع اسكرية من سيطرة ميليشيات الحوثي الايرانية جنوب محافظة مأرب وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة ان ابطال الجيش استدرجوا مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الى كمين محكم جنوب مأرب وكبدوها اكثر من 17 قتيلا في غضون ذلك استهدفت مدفعية الجيش تحركات وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة ودمرت تقمين ومصرع جميع من كانوا على متنها فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات على تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة ودمرت دبابة وعربت بي ام بي وثلاثة اطقم وفي الجبهات الغربية للمحافظة كسرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجوما للميليشيات الحوثية الايرانية في جبهة صرواح بعد معارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصرها وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها